ازاي المجلس وافق خلال اجتماعه النهاردة على انه يتم تضمين نشاط مزارع الانتاج الداجني ضمن الانشطة اللي بتستفيد من قرارات المجلس طيب اللي هي ايه انه القرارات بتنص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية في ممارسة عدد من الانشطة المحددة اللي هي النشاط الداجين لمدة ثلاث سنين يعني بالبساطة كده الضريبة الحكومة هي اللي هتتولاها هتشيلها يعني مش تتخصم الحكومة اللي هتدفع الضريبة بدلا من المستثمرين في هذا النشاط الداجيني لمدة ثلاث سنين طيب ده كلام جميل جدا الموافقة دي بتيجي لانه قبل كده لو تتذكر احنا نهينا نكلم على الضريبة العقارية عشان بس مش مش ضربت النشاط يعني طيب الموافقة دي بتيجي في اطار اللي عملته الحكومة قبل كده فيما هو متعلق بصناعات اخرى وقالوا والله يا جماعة احنا كحكومة منقدرش نسقط الضريبة لكن احنا كحكومة هنتولى ان احنا ندفعها من الموازنة بتاعتنا بدلا من السادة المستثمرين في المناطق الصناعية عشان اقدر اشجع الصناعة اخليه يحط المزيد من التدفقات الاستثمرية في صناعته وبالتاني ابقى انا بدعم النشاط الصناعي معنا على التليفون الدكتور سروة الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن اهلا بك يا دكتور اهلا استاذ يوسف ازاي الصحة كله تمام اهلا يا فاند الحمد لله القرار الجديد بتاع الحكومة ده مفيد ديكو ولا لا اكيد طبعا شيء ايجابي وخطوة ايجابية لتخفيف الاعباء عن قطاع الانتاج في مزارع الدواجن وزي ما ساعتك قلت في مقدمة البرنامج يعني مش حيدني الوطن غير الانتاج صح الاوطان تبنى بالانتاج وليس بغير الانتاج في الحقيقة احنا صناعة الدواجن ممكن ساعتك متابعة معنا واتكلمنا في اللقاء في ازمة وازمة من بداية اكتوبر مع الازمة العالمية وتأثر مصر كجزء للعالم ترجمة نانسي قنقر